السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا ما نسوا خوطنا اللي في الغربة محرز اسكت كل الافوح محرز اكد لليوم يا بيب غوارديولا ديرا في بلك باللي المشكلة اصبحت واضحة مشكلة اصبحت واضحة لماذا لماذا المشكلة اصبحت واضحة لان مجموعة العصابة اللي اتكلمنا عليها عدنا اكثر من عام وواش يقولنا تكتل داخل وتحالفات وتكتلات داخل السيتي اليوم مشات على السيرات المستقيم مشات خط مستقيم واعتدلت ودخلت الصف ولما دخلت الصف شوفنا ماشيستر سيتي لما دخلت الصف العصابة هذه شوفنا ماشيستر سيتي والنتيجة اليوم واضحة وضح الشمس ليس انه تقل تألق رياض محرز فقط بقية اللاعبين ما كانش الانانية الانانية اللي تكلمنا عليها عنا عامورس ما كانش هذه هي السيتي اللي قادرة تنجح لو تواصل بهذه الطريقة الانانية ما تكونش السيتي تنجح السيتي تنجح اذا اول ما بالبداية في البداية استخلاص الكرة من رودري وللاعب الاسباني طوراس طوراس ديبروين ديبروين الرياض محرز ما كانش حاجة اسمها انانية ما كانش انا المير جوار ديبروين لا 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 اليوم كل اللاعبين في اه هدف واحد وهو الفريق انقاذ الفريق من الغارق ما كانش انا ولزم انا المير باسد اللي اللي نعطيها انا يا وانا مير جوار وانا يا اللي عندي لي الاسيس بزاف ما كانش كاين في حاجة واحدة اروح المجموعة والعمل كمجموعة ديبروين المحرز محرز هدف ما كانش انا انانية انبوسيب بتلقى انانية والانانية هي اللي كسرت السيتي لما لعبوا ربع نهائي ضد ليون وتم اجلس رياض محرز في الاحتياط الشيء الاخر الواضح وضوح الشمس انه قلت نوع المل هفوات الدفاعية بسبب ماذا بسبب انه السيتي في المقابلة صحيح انه لعب مع فريق ضعيف لكن الدفاع كان متماسك بسبب ماذا بسبب العودة على وسط الميدان وعودة المهاجمين الى المساعدة الدفاع الهدف الثاني تاماركوس ايضا بعد رمية تاماركوس من والكر محرز بالطريقة والادا تاماركوس الرائع انتها محرز وبعدها يدخل بين اللاعبين ويسجل هدف في الزاوية البعيدة هدف رائع الشوط الثاني تكرار للشوط الاول ما كانش حاجة اسمها نعود ونذكره خوطنا ما كانش حاجة اسمها انانية هذا عنوان مقابلة سيتي اليوم ما كانش حاجة اسمها انانية الشوط الثاني نفس الشي تكرار للشوط الاول اعطاء الكورات لمحرز وبقية اللاعبين دي بروين يعطي المحرز ها نعم عادي يعطي المحرز ومحرز يعطي لللاعبين ويباسي لاصحابه الاسيست اه فودان ايضا عنوان الانانية فودان راحة الانانية ما كانش يعطي كورة ولا اروع اسيست خرافي لرياض محرز ليسجل هدف بالرأس من بعدها تولت الاحداث اه اسيست محرز محرز دي بروين دي بروين محرز يخرج دي بروين محرز يحيق بعد ينتظر دي بروين يجي من الخلف ويعطيه الكورة اه دي بروين يعطي الكورة المحرز محرز يعمل اسيست الفرناندينيو ويضيحها يعني اه لعب اه جماعي لعب السيتي القديم جماعي قبل ما يجيهم رياض محرز هنعرفوا لما جاء مرياض محرز المجموعة اتفاهمت ما كانش نجم هذا جديد هذا تعليسر معدى ما نديرو به لازم نحط موه من العام ليفات من قبل العام ليفات من قبل العام ليفات وهما سياسة واضحة تحطيم رياض محرز اللاعب الجديد اذا من بعدها الاسيست هاك ونعطيك وتعطيلي نعطيك وتعطيلي الان دو من بعدها لقطة اللي اه تبين انه من وسط الميدان استير اه عفوا ان اه دي بروين يعطي المحرز محرز يمشي بها وبعدها يعطيها دي بروين دي بروين يعطيها الجيسيوس الجيسيوس سجل هدف اللي لو علما مسبسكوا الحارس عاود هو ليس جلوا من حارس يسجل المرمى لكن حسبها لم يفتحسب الهدف بسبب الفار بسبب الفار اذا اه من بعدها تولت اللقطات تولت الفورس اه ايضا الهدف الرابع جاء ايضا من عند محرز اه اعطاها دي بروين عفوا اعطاها الولكر وولكر اعطاها الطورس يعني محرز سجل ثلاث اهدف والهدف الرابع نقدر نقوله بداية من محرز او الصناعة بدات من محرز الشي الاخر قبل ما نتكلم عن التنقية اه الغائب الابرز الغائب الابرز شكون الغائب الابرز راحيم السيرلينج اللي في الاحتياط راحيم السيرلينج في الاحتياط هذا ايضا مؤشر كينا حاجة كينا حاجة في الخافاء كينا حاجة راحي في الخافاء لما نعرفوهاش يعرفها بيب جورديولا والطاقعة من تاعه واللاعبين انه كينا حاجة مدبارة اللي خلات سيتي تتكسر هي الانانية نعرفوها هذي قلت انا عندي اكثر من عام اكثر من عام خوتي قلت باللي كينا الانانية اللي حطمة السيتي لكن الشيء الملاحظ الآخر انه راحيم السيرلينج احتياطي وملعبش احتياطي في القائمة ليس خارج القائمة في القائمة ليس مثل محرز اللي خرجوه من القائمة خلاص في مقابلة محرز كان خارج القائمة لكن راحيم السيرلينج كان في القائمة بصح ملعبش هذا علامة الاستفهام نقطة استفهام يوجد كاين شيء كاين شيء عنده علاقة بالعلاقة اللاعبين بين بعضهم عدم تفاهم التكتولات اللي قلت عليها سابقا داخلها فيها يعني سيرلينك دولة انجليزية ما يكونش كينا حاجة كينا حاجة ممكن السيرليك ما يتفهمش مع اللاعبين ممكن السيرليك ما يتفهمش مع دي براين ممكن دي براين ما يتفهمش مع المحرز كينا كينا امور اللي خلت سيتي تتكسر قلتها سابقا هل نرى سيتي الان انطلاقا من المقابلة البيرني لفريق صراحة فريق متواضع بهذه. موش فريق كبير. لكن هل نرى انطلاقة تاعة مانشيسر سيتي بهذه الاسلوب. باسلوب عدم وجود الانانية في قاموس اه بيبا وفي نادي مانشيسر سيتي. هل نرى هادم الجماعة هادو ما دخلو في الصف ام لا. من مقابلة اليوم نبدو نحسبو من مقابلة بيرلي ونشوفو. الى تغيرة السياسة ربما يكون جديد. وربما نشوفو مانشيسر سيتي اللي نعرفوها مانشيسر سيتي القاوية. الى غير مقابلة تاعة اليوم. وبعدها ترجع الامور اللي كما كانت. عدد حالي مع عددتها القادمة. يعني ما يعيد تغير اي شيء في مانشيسر سيتي. ما يعيد غير اي شيء. الروح للمواقع اللي اعطا تنقيط رائع رجل مقابلة هو شكون هو رياض محرز. سوفو سكور اعطاه تسعة فاصل سبعة وهو سكورد عشرة لا عشرة. عشرة على عشرة. اذا رياض محرز برافو المقابلة اليوم. اه لثاني مرة في مشوار رياض محرز في الدوري الانجليزي. مش اول مرة. ثاني مرة. الثاني مرة. المرة الاولى كانت مع فريقه السابق لسر سيتي. لسر سيتي. ضد من? ضد سوانزي. ضد سوانزي. والان اه ضد بيرلي اه مع مانشستر سيتي. اذا ثاني اه اسيست. اه ثاني عفوا اه هاتريك. ثاني هاتريك. اه الشيء الاخر اه رياض محرز سجل اثنين وستين هدف في منذ انضمامه الى دوري الانجليزي مع ليستر سيتي وايضا مع مانشستر سيتي. اذا اثنين وستين هدف. اذا نتمنى وتوفيق لرياض محرز ومزيد من التألق في قادم المقابلة. والاخر ملتقنا مع مزد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.